اشتركوا في القناة وقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجذيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى الله وصحبه والتابعين كنا قد انتهينا من مقدمة النكة العيون للموردي المتوفى سنة 450 وسبق شرح هذه المقدمة في دورة كاملة ونبتد بمقدمة جديدة وهي مقدمة التفسير البسيط للواحدي المتوفى سنة 468 والواحدي علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن له ثلاث كتب في التفسير البسيط وهو على اسمه لأن مادة بسطة تدل على الاتساع فهو أوسع هذه الكتب الثلاثة ثم الوسيط وهو دون البسيط ثم الوجيز وهو دون الوسيط ويكاد يكون المعنى الإجمالي وأحيانا معاني الكلمات الفرق بين التفسير البسيط أو أحد الفروق التي بين التفسير البسيط والتفسير الوسيط أن الواحدي في التفسير البسيط كان مكثرا من النقل كان مكثرا من النقل وقد نقل جملة كبيرة من كتابه أبي علي الفارسي في توجيه القراءات وكذلك نقل جملة كبيرة من كتاب معاني القرآن للزجاج وكذلك تهذيب اللغة للأزهري لأن عناية أبي الحسن في أول عمره بكتب اللغة والأدب وسيأتي ما يشير إلى ذلك إن شاء الله في هذه المقدمة وهذا النقل مع كثرته فإنه مفيد خصوصا في ما يتعلق باشتقاق الألفاظ ومدلولاتها في اللغة فهو من أوسع كتب التفسير في هذا الباب وله اختيارات في هذا الكتاب لكن تبرز الجهة التفسيرية فيه في كتاب الوسيط أكثر منه في كتاب البسيط وكتاب البسيط مع أنه اعتمد فيه على الثعلبي وعلى غيره من مصنفات التفسير إلا أنه يقل فيه الإسناد بخلاف الوسيط فإنه يكثر فيه الإسناد كذلك الحديث المروي في فضائل السور وهو حديث كما هو معلوم لا يصح يوجد في كتاب الوسيط ولا يوجد في كتاب البسيط وكذلك كما قلت قبل قليل تظهر الجهة التفسيرية عند الواحد في كتاب الوسيط وتظهر اختياراته وقد عني كثيرا في كتاب الوسيط ببيان المعنى ولهذا يكثر عنده قوله والمعنى إذا أراد أن يحرر معنى الآية فهذه جملة من الفروق بين كتاب الوسيط والبسيط أما كتاب الوجيز فلا يحتاج فيه لأن تذكر فروق لأنه بالفعل هو وجيز وصغير جدا وقد رتبها كترتيب الغزالي في كتب الفقه الثلاثة واعتمد البسيط والوسيط والوجيز على نفس ما كتب الغزالي في الفقه على العموم أو معذرها الغزالي كتب على المنوال الواحد هذه إشارة سريعة جدا لكتاب البسيط وسنقرأ إن شاء الله مقدمات الكتب الثلاث بإذن الله ليس كذلك شيخ موجودة كاملة هي مصورة الإخوة لي كانوا حضروا في بداية الفصل الماضي كنا صورنا جميع المقدمات التي سنقرأها وكان هناك مقدمات ندت فأكملناها وعندنا الآن بقية كتب الواحدة وإن شاء الله إذا انتهنا منها نصور أيضا إن شاء الله مقدمات أخرى لنكمل قراءتها تفضل الشيخ السلام عليكم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد ابن محمد الواحدي في مقدمة تفسيره البسيط وبعد حمد الله جل وعلا وثنائه قال وبعد فمنذ دهر تحدثني نفسي بأن أعلق لمعاني إعراب القرآن وتفسيره فقرا في الكشف عن غوامض معانيه ونكة في الإشارة إلى علل القراءات فيه في ورقات يصور حجمها ويكثر غنمها والأيام تمطلني بصروفها على اختلاف صنوفها إلى أن شدد علي خناق التقاضي قوم لهم في العلم سابقة وفي التحقيق همام صادقة فسمحت قرونتي بعد الإباء وذلت صعوبتي بعد النفرة والالتواء وذلك لتغفر دواعي أهل زماننا على الجهل وظهور رغباتهم عن العلم الذي فيه شرف الدين والدنيا وعز الآخرة والأولى فقل من ترى من المتحلين بعقوده وقلائده ومنتحل غرره وفوائده إلا متشبعا كلابس ثوبي زور يبرق وبروقه غير صادقة ويرعد وسماؤه غير وادقة اللهم إلا نفرا يقل عددهم عند الإحصاء وتكثر فضائلهم على الحصر والاستقصاء غير أنهم الأكثرون وإن قلوا ومواضع الأنس حيث حلوا لأن العلم وإن أصبح في الناس مجفوا وأظهروا عنه نفرة وانبوا فحرمته لا تضاع وسوامه لا تراع ولن يخلو الشيء الفاضل في جنسه عن عزته في نفسه وإن قل من يعتامه وعز من يطلبه ويستامه نعم الواحد رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما كانت تهم به نفسه من تعليق لمعاني إعرابه القرآن وتفسيره وقد كتب الله سبحانه وتعالى له ذلك كما قده قبل قليل في ثلاثة من الكتب هنا قال بأن أعلق لمعاني إعراب القرآن وتفسيره يعني معاني الإعراب ومعاني التفسير فقرا في الكشف عن غوامض معانيه يعني غوامض معاني القرآن ونكة في الإشارة إلى عليا القراءات فيه فهذا يشير لنا إلى العلوم التي سيتطرق إليها الواحد فهو أشار إلى الإعراب أشار إلى التفسير وبيان المعاني وأشار كذلك إلى علل القراءات فهذه أربع قضايا يعني معاني القرآن وتفسير القرآن وإعراب القرآن وإعراب القرآن وعلى القراءات ومعاني القرآن عنده هي ما يقوله أو ما يكتبه الفرى والزجاج والأخفش في كتاب معاني القرآن فهذا هو مقصده في معاني القرآن وهذه الأربع المذكورة قد حققها وحررها جمعا كما ذكرت قبل قليل يعني أكثر ما فيها الجمع كما هو ظاهر من كتاب يعني وان قرأ كتابه يظهر له عنايته بالعراب عنايته بكتب معاني القرآن والنقل منها وعنايته بالتفسير والنقل عن السلف وعن أيضا بعض شيوخي الذين أخذ عنهم وكذلك عنايته بعلى للقراءات وكما قلت ينقل من كتاب الحجة ليبي علي الفارسي قد ينقل الصفحات الطوال من كتاب الحجة ليبي علي الفارسي ثم ذكر أنه قد تقاصرت همته عن ذلك حتى طلب منه كما قال قوم لهم في العلم سابقة وبالتحقيق همم صادقة وهؤلاء الإخوان في كثير من الأحيان يكونون سببا في إخراج مؤلف من المؤلفات وفي تحريره وهذا لا يكاد يوجد عصر إلا وتجد أمثال هؤلاء ممن يكونون حول العالم إما من أقرانه وإما من طلابه ممن يرى هو بعد طلبهم العلم على يديه أنهم صاروا كأقرانه مما أوتوا من العلم فيستحثونه على الانتهاء من عمل من الأعمال وقد وقع وقع هذا في كتابه البسيط وكذلك طلبوا منه في كتابه الوجيز وقد أنجز الكتابين وحقق مراده في ذلك ما يشتكي منه المؤلف يشتكي منه كل عالم في كل عصر وفي كل مصر وقطر وهو أن أهل زمانه أهل جهل وأن طلاب العلم قليل وهذه طبيعة العلم هذه طبيعة العلم منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نعلم أن الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم توفي عنهم ومن فوق عشرة آلاف نفس لكن كم الذين اشتهروا بنقل العلم منهم قلة فإذن طبيعة العلم طبيعة العلم أن الناقل له قليل وطبيعة العلم أيضا أن الذي يصبر عليه قليل فهذه الطبيعة لا بد أن نعرفها ونحن نتعلم أو نعلم فالعالم ليس واعظا الواعظ هو الذي يلتم إليه كثير من الناس بخلاف العالم وليذا تجد بعض من تراه في هذا العصر يأسف بأن الشيخ مثلا فلان لا يحضر حلقته إلا العدد القليل وأن الدعاء الداعي الفلاني والداعي الفلاني يحضر إليهم ألوف وهذا لو حرف تاريخ العلم فإن هذا ليس بشيء ممكن ما دام هذا العلم ينتقل من رجل إلى رجل إنما يؤسى على ذلك إذا لم يوجد العالم ولم يوجد الطلاب قاعدة العلم حسب التاريخ هي ما ذكرت لكم وقرأوا في طبقات العلماء كم من العلماء الذين ترجم لهم معرفوا بالعلم ثم كم هم المحررون من هؤلاء أمام هذه الأمة الكبيرة المعطاء هم سيكون هنا قليل جدا ولهذا لابد من معرفتي هذه القضية لمن أراد أن يعلم الناس فلا ينتظر أن يجتمع الناس حوله بالمئات والألوف وإنما يكتفي العالم بأن ينقل علمه لجماعة قليلة ثم هذه الجماعة تنقلها لجماعة وهكذا يستمر العلم فهذا إذن فرق كبير جدا وكما قلت لكم يشتكي منها كما ترون كثير يعني ابن الجوزي لو قران في ترجمته كان يذكر عن نفسه أن يحضر له الألوف في مجالس الوعظ لأن مجالس خفيفة ومجالس تشريب بلها النفس ومريحة لكن العلم فيه تحرير وتحقيق ونقاش فلا تتحمله طبائع كثير من النفوس وإنما الذي يتحمله قلة من أهل العلم وطلابه نعم السلام عليكم هؤلاء شكوا إلي غلظ حجم المصنفات في التفسير وإن الواحدة منها تستغرق العمر كتابتها ويستنزف الروح سماعها وقراءتها ثم صاحبها بعد أن أنفق العمر على تحصيلها ليس يحظى منها بطائل تعظم عائدته وتعود عليه فائدته فقلت إن طريقة معرفة تفسير قبل يا شيخ لو تكرمت معرفة شيخ الآن هؤلاء شكوا له شكوى وهي أن حجم المصنفات في التفسير كبير إذا جئنا مثلا المصنف الطبري أو مصنف الثعلبي وهي الموجودة الآن يمكن نقيس بها لأن هناك مصنفات أغرى مثل تفسير القاسم الحبيب لكن لا نستطيع الآن أن نعرف حجم هذه المصنفات لكن عندنا مثل هذه المصنف يذكر أنها كبيرة تستغرق العمر كتابتها وليس هناك فرق بين ما كتبه هو رحمه الله في البسيط وما كتبه أولئا يعني متقارب من جهة من جهة الصفحات ولهذا طلبوا منه ما هو أقل من ذلك حتى نزل إليهم بالوجيز كتاب الوجيز أو كتاب يمكن أن يكون حاشي على المصحف يعني وجيز بالفعل على اسمه وما ذكروه من نقد لبعض الكتب فيه نظر لأنهم قالوا أنه يستنزف الروح سماعها وقراءته صحيح لو كان الإنسان يريد أن يقرأ جميع هذه الكتب فنعم لكن لو اعتمد كتابا وجعله أصلا له يقرأه فلن يكون كذلك قال ثم صاحبها بعد أن أنفق العمر على تحصيلها ليس يحظى منها بطائل تعظم عائدته هذا الكلام فيه نظر لأن هذا الذي يقول هذا الكلام الذي ينقله الواحد رحمه الله تعالى إن كان ينقله عن أحد فإنه قد نقد نفسه إذ كيف يرجع إلى هذه الكتب المصنفة المهمة ولا يستفيد منها إذن ليست المشكلة في المصنفات وإنما المشكلة هنا في المتلقي ليست المشكلة في المصنفات وإنما المشكلة في المتلقي وهذه المصنفات التي كانت قبل الواحد وبقي منها ما بقي وصلت إلى العلماء واستفادوا منها وأفادوا واستخرجوا كنوزها فليس صحيح ما يقوله هؤلاء بأنه لن يحظى منها بطائل تعظم عائدته وتعود عليه فائدته فهذا كلام ما كنت أحب أن الواحد أشار إليه بهذا لكن مدام هذا المتكلم يتكلم عن نفسه فممكن نقول كذلك لكن إذا وازننا بينما كتبه الواحد وما كتبه أولئك ليس هناك فرق كبير ليس هناك فرق كبير في المادة العلمية بل إنما كتب الواحد في بعض الأمور قد يكون أعمق وأعرق مما كتبه غيره ممن يقرأ في التفسير يظهر له ذلك وسبقا ذكرت لكم أنه فيه فائد مهمة جدا لمن أراد أن يطلب معاني المفردات فإن فيه فوائد في هذا الجانب وإن كان ناقلا إلا أنه قد يأتي ببعض الأشياء المفيدة والمهمة نعم فقلت إن طريق معرفة تفسير كلام الله تعالى تعلم النحو والأدب فإنهما عمدتاه وإحكام أصولهما وتتبع مناهج لغات العرب فيما تحويه من الاستعارة الباهرة والأمثال النادرة والتشبيهات البديعة والملاحن الغريبة والدلالة باللفظ اليسير على المعنى الكثير مما لا يوجد مثله في سائر اللغات نعم الآن وهو يتحاور معهم ذكر لهم أن طريق معرفة تفسير كلام الله تعالى تعلم النحو والأدب طبعا النحو معروف لم يتغير هذا المصطلح لكن الأدب ما هو المراد به هل المراد بالأدب يعني علوم العربية يعني من الشعر ومعاني الشعر أو المراد بالأدب شيء آخر طبعا من خلال ما نجده في الكتاب من نقلات كانه يعني بالأدب ما يتعلق بمعاني المفردات وما يدور حولها من أشعار العربي وغيرها يعني هذا هو الأدب مثل ما كتب المبرد الكامل مثل ما كتب صاحب الأمالي اللي هو القالي أيضا فيتعتبر من كتب الأدب وهذه الكتب تقوم على الشعر ومعاني الشعر ومعاني هذه الألفاظ التي قالها الشعار فكانه يدور في هذا المحيط وهو كذلك كان يتتبع أشعار العربي ويعتني بها ويستشرحها فكان هذا هو مراده بالأدب فيقع سؤال ها هنا وسبق أن نقشنا هذه القضية لكن لا بأس مدام طرحها الإمام الواحدي أنه قال إن طريقة معرفة تفسير كلام الله تعالى تعلم النحو والأدب هذا الكلام حق لكنه ليس كل الحق بمعنى أن السؤال لن يرد لو كان إنسان بارع في النحو وبارع في الأدب وغير عالم بمصادر التفسير الأخرى هل يلزم من ذلك أن يستقل بفهم كلام الله سبحانه وتعالى الجواب لا لأن كتاب الله سبحانه وتعالى له مصادر متعددة صحيح أن من تعلم النحو والأدب على رأي المؤلف أنه يكون قويا في البيان قويا في فهم المعنى لكن مع ذلك لا يمكن أن يستقل مع ذلك لا يمكن أن يستقل وهذه قاعدة مهمة جدا أن ننتبه لها وهي أن التفسير له مصادر معلومة هذه المصادر المعلومة الإخلال بشيء منها سيكون سببا في الإخلال بفهم المعنى والتفسير في حقيقته كما ذكرت لكم أكثر من مرة هو في حقيقته بيان المعنى طبعا المؤلف هنا كان يشير إلى ما هو أوسع من بيان المعنى كما سيأتي لكن حقيقة التفسير وما هيته هي بيان المعنى فما يحتاج فيه إلى بيان المعنى أو كذلك إلى ما هو وراء البيان هذه المصادر لا بد منها يعني هذه المصادر لا بد منها مثل التفسير النبوي ومثل أسباب النزول ومثل معرفة أحيانا بعض أماكن النزول أو من نزل فيه القرآن فهي لها أثر في فهم النص السياق إلى آخره مسائل أو مصادر متعددة يحتاج إليها ولا يمكن أن يستقلها النحوي أو اللغوي بفهم كلام الله سبحانه وتعالى ويدلك إلى ذلك انتقاد بعض العلماء لمنهج أبي عبيد معمر بن مثنى في كتاب مجهز القرآن لأنه ترك تفسير الفقهاء فلا يعني أنه سيكون كل كلامه باطلا لكنه سيقع في مخالفة المفسرين الذين هم أدرى منه بفهم كلام الله وقد وقع هذا عنده في مواطن وقع عنده في مواطن كذلك أصحاب الأعاريب يعربون القرآن وكأنهم يعربون كلاما عربيا ليس كلام الله سبحانه وتعالى فيأتون بما يستطيعون من التوجيهات النحوية وكلام الله سبحانه وتعالى يترفع به عن مثل هذه الوجوه الضعيفة أو القليلة ولهذا نجد أن انطبري وهو من أهم الكتب التي اعتمد ذا منهج نراه إذا جاء عند اختلافات النحويين لا يختار منها إلا ما يوافق تفسيرا الصحابة والتابعين وأتبع التابعين ويشير إلى هذا في أنه الإعراب الموافق لقول فلان وفلان هو الراجح فيرجح بناء على فهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين الذين هم أعلم بمعاني القرآن من غيرهم فإذا هنا عندنا قضايا كثيرة ومهمة يعني يحسن أن ننتبه لها فالمؤلف هنا جعل كأنه جعل شرط المفسر معرفة النحو والأدب وسيأتينا بعده إن شاء الله بقرابة يعني أقل من مئة سنة خمسمائة أو ثمانة وثلاثين اللي هو الزمخشري سيجعل الشرط علم البيان والبديع اللي هو البلاغة باختصاره وعلم البلاغة سيجعله هو الشرط الذي يجب على المفسر معرفته فكان هذا فيه إشارة إلى شروط المفسر وإلا ما ينصها صراحة لكن يقول ما هناك طريق لمعرفة الكتاب يعني لمعرفة تسير كلام الله إلا بتعلم من نحو الأدب إذا صارت شرطا والزمخشري سيقول لنا رأي آخر فإنه لا يكون المفسر مفسرا إلا إذا تعلم علم البيان والبديع أو باختصار علم البلاغة إذن إذن نحن الآن أمام مجموعة من المقترحات التي يذكرها العلماء جيلا بعد جيلا ما ذكره من الاستعارات الباهرة الأمثال النادرة التشبيهات البديع الملاحة الغريبة هذه جوز كبير جدا منها يدخل فيما يسمى بعلم البلاغة فيما بعد وكذلك يدخل أيضا في خصائص هذه اللغة أو أساليب العرب في الخطاب وصحيح كما قلت لكم أن من يتقن هذه يكون أكثر بيانا ممن يبين المعنى الظاهر فقط لكن من يعرف هذه الأمور يبين لماذا قيل كذا كيف يقيل كذا بعد أن يفهم المعنى العام ولدائما أن أذكر مثالا في ذلك في قوله فأمه هاوية ارجعوا لتفسير الطار بن عاشور ليبين لكم وجه التعبير به فأمه هاوية على المحامل التي ذكرها في معنى الأم هل مراد أمه الأم الحقيقية فيكون هذا من باب نداء العربي للأم إذا كان الإنسان في كريهة أو أمه أي أم رأسه أو غير ذلك ذكر المحامل وذكر ما يدل عليها من كلام العرب نعم قال وقد أعفى أهل زماننا أنفسهم عن كد التعب في طلب الأدب فقد هوت دولته إلى الحضيض وصار يرنو بالطرف الغضيض وهاهو قد خوى نجمه وصوح نبته وذوى عوده وخر عموده وإذا ضاع الأدب ضاع ما يحتاج في تفسيره إليه ويعول في معرفته عليه وهو علم القرآن العربي المنزل بلسان العرب ولغتهم المنظوم بألفاظهم في مخاطبتهم والله تعالى ذكره أنزل كتابه على قوم عرب ألي بيان فاضل وفهم بارع أنزله جل ذكره بلسانهم وصيغة كلامهم الذي نشأوا عليه طبعا لاحظوا هذا من قول على قوم ابتدأ النقل من كتاب تهذيب اللغة للأزهري وسيستمر نعم أنزله جل ذكره بلسانهم وصيغة كلامهم الذي نشأوا عليه وجبلوا على النطق به فتدربوا به يعرفون وجوه خطابه ويفهمون فنون نظامه ولا يحتاجون إلى تعلم مشكله وغريب ألفاظه حاجة المولدين الناشئين مع من لا يعلم لسان العربي حتى يعلمه ولا يفهم ضروبه وأمثاله وأساسه وطرقه حتى يفهمها وبين النبي صلى الله عليه وسلم للمخاطبين من أصحابه رضي الله عنهم ما عسى بهم الحاجة إليه من معرفة بيان مجمل الكتاب وغامضه ومتشابهه وجميع وجوهه التي لا غنى بهم وبالأمة عنه فاستغنوا بذلك عما نحن إليه اليوم محتاجون من معرفة لغات العرب واختلافها والتبحر فيها والاجتهاد في تعلم وجوه العربية الصحيحة التي بها نزل الكتاب وورد البيان فعلينا أن نجتهد في تعلم ما يتوصل بتعلمه إلى معرفة ضروب خطاب الكتاب ثم السنن المبينة لمجمل التنزيل الموضحة للتأويل لتنتفي عن الشبهة التي دخلت على كثير من رؤساء أهل الزيغ والإلحاد ثم على رؤوس ذوي الأهواء والبدع الذين تأولوا بآرائه من مدخولتي فأخطأوا وتكلموا في كتاب الله عز وجل بلكنتهم العجمية دون معرفة ثاقبة فضلوا وأضلوا نعوذ بالله من الخذلان وإياه نسأل التوفيق والصواب نعم هنا ينتهي النقل من كتاب تهذيب اللغة للأزهري كما ذكر في نقله وطبعا هنا الآن إذا نقل أو النقل مثل هذا طبعا النقل كأنه هو قائل هذا الكلام لم يقل قال الأزهري ولم يشير الأزهري لا من قريب ولا من بعيد فإذا نقل بهذه الطريقة فكأنه يتبنى هذا الكلام وهذه كما سبق أن أشرت في لقاءات سابقة أن هذا كان منهجا عند بعض العلماء المتقدمين وهو أنه إذا اقتنع بكلام خاصة إذا كان كلاما عاما يمكن أن يقوله هذا العالم أو غيره وليس بنات الأفكار الذي لم يتوصل إليه إلا من طريق فلان ففي الغالب أنهم يتخففون من النسبة ما دام قد عرف بمصادره أو عرفت مصادره فإنهم يتخففون من النسبة هذا عند المتقدمين لكن عندنا اليوم اختلف منهج البحث العلمي ولهذا لا بد أن نحاكم كل عالم إلى عصره أو إلى أسلوب عصره متى تسمى مثل هذه النقول السرقة ومتى لا تسمى هناك ضوابط لكن سأذكر مثالا لا فقط هنا مثل هذا الكلام هل هو خاص هذه الفكار خاصة بالأزهري أو يمكن أن نقولها غير الأزهري لو تأملناها يمكن أن نقولها غير الأزهري بل قالها يعني قالها معاصرون للأزهري وسابقون له الفكرة هذه مبثوثة لكن التعبير للأزهري لكن أحيانا تكون الفكرة والتعبير لشخص وهي معروفة له فيأتي واحد يدعيها أو ينقلها بدون نسبة فهنا الذي يقع في الإشكال إذا ادعى أو ذكرها بدون نسبة لكنها توهم أنها من بنات أفكاره هو فهنا يقع الإشكال سبقا ذكرت لكم في نكة العيون للواحد الانتين منه في الأسبوع الماضي ذكرت لكم فائدة مهمة وهي أن كل فرق من الفروق اللغوية التي يذكرها صاحب النكة والعيون هو ناقل لها من كتاب علي بن عيسى الرماني الجامع لعلم القرآن ليس له فيها إلا النقل والاختيار فقط ولهذا حينما نتكلم عن منهج صاحب النكة والعيون يجب أن نفرق بين منهجه في النقل ومنهجه في ماذا؟ في الرأي لأن له منهجين هو نص عليها في المقدم كما سبق ذكرها فإذا مهم جدا أن نعرف طريقة التعامل مع هذه المنهج الواحد أيضا هنا وإن لم ينص على النقل إلا أن أسلوبه ظاهر وأنه ينقل الصفحات كما قلت تلو الصفحات أحيانا فهذا إذن المنهج يجب أن يكون عندنا على بال ولكنه ليس حجة للمعاصرين في أن ينقلوا لأن المعاصرين قد تواطئوا على أن من نقل فعليه أن يعزو أن من نقل فعليه أن يعزو وصار عدم العزو يعتبر ماذا؟ مذمة في الكتاب يعني عدم العزو صار مذمة في الكتاب فيجب أن يكون أو أن نتبع هذا المنهج وأن لا نحتج بذلك المنهج في بعض الكلام الشائع الذائع لا لكن كلامنا فيما لو نقل من كتاب يعني يأتي ينقل مثلا عندي كتاب التبيان في إيمان القرآن أذكر فائدة ولا أنسبها هذه صارت الآن تعتبر بالنسبة لنا في عاصرنا هذا تعتبر مذمة على الكاتب الذي يكتب ولا يعزو لكن ليس يكون شيء يلزم عزوه ذكر هنا قضية أيضا مهمة جدا وهو يتكلم طبعا له كلام طبعا كما قلنا الأزهري أن الله أنزل جل ذكره بلسانهم عسان العرب وصيغة كلامهم الذي نشأوا عليه وجبلوا على النطق به فتدربوا به يعرفون وجوه خطابه ويفهمون فنون نظامه إلى آخر ما ذكره هذه قضية مهمة ومعتبرة يجب أن نراعيها لأن بعض مننا يتعرض للتفسير سواء بعض من سبقنا أو اليوم تجد أن قول بن عباس عنده مثل قول الألوسي يعني قول بن عباس العربي الصحابي الذي شاهد التنزيل عنده قول الألوسي سواء هذا ليس بصواب لا بد من مراعاة الصحابة بالذات ثم التابعون ثم يتبع التابعين على الطبقات الثلاث وأن هؤلاء يعني هذه الطبقات الثلاث هؤلاء قد نقل بعضهم العلم لبعض يعني قد نقل بعضهم العلم لبعض بعض كبار التابعين كان يفسر القرآن وبعض الصحابة متوافرون يعني على قيد الحياة على قيد الحياة جابر بن زيد لما سئل بن عباس من بعض أهل البصرة عن مسألة في القرآن قال تسألوني وفيكم جابر بن زيد وابن عباس سوفي سنة ثمانية وستين ويحيلهم إلى تابعي بمعنى أن هذه الإحالة كانت قبل سنة ثمانية وستين من من الصحابة عاش بعد ثمانية وستين جماعة من الصحابة بل من فقاء الصحابة صيانهم من صغار الصحابة لكنهم من فقهاء الصحابة عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير أنس بن مالك الذي كان في البصرة ما أحالهم على أنس بن مالك وهو من الصحابة وتوفي في سنة ثلاثة وتسعين وكذلك جابر بن زيد ثلاثة وتسعين ما أحالهم على أنس بن مالك أحالهم على جابر بن زيد ومعنى ذلك وهي قضية مهمة ننتبه لها تداخل طبقات العلماء يعني أن بعض التابعين كان يتكلم في القرآن وعلومه مع وجود بعض الصحابة فإذي قضية أيضا مهم أن ننتبه لها ونراعيها لأن مع الأسف بعض من يتعرض للتفسير اليوم وكما قلتكم أيضا يوجد في بعض من سبقنا هؤلاء الطبقات إذا جاء إليهم كما قلت لكم كأنهم كانوا يقول في لسان الحال المقال يقول هم رجال ونحن رجال بل إن بعضهم قد تتعدى ذهنيته إلى أن يقول نحن قد وصلنا من العلم الكثير الذي لم يكن موجودا عند من عباس واضح وهذه الحقيقة أنا أعتبرها نوع من الخذلان الذي يصيب المسلم الذي يعتني بكتاب الله ولا يعرف قيمة هذه الطبقات الثلاث بالذاته هو نوع من الخذلان وليس هذا مقام طبعا كانوا عنه سبقا ذكرت لكم هذا في أكثر من مقام فإذا الذين هم بحاجة إلى التعلم هم من نشأوا بعد هذه الأجيال وهم الذين بحاجة إلى أن يتعلموا ويتعرفوا لغة العرب لكي أيضا يتقنوا فهم كلام الله وأيضا هناك فائدة أخرى مهمة وأنه لا يمكن أن يأتينا معاصر ويبين لنا من معاني كلام الله ما خفي على المتقدمين مما يكون ظاهرا من المعاني وعيد هذه الفكرة إذا كانت هناك معاني ظاهرة للفظة من اللفظات وتركها جيل الصحابة وتركها جيل التابعين وتركها جيل أتباع التابعين ويكلمة منثورة مشهورة غير خفية فتركهم لها إتباقهم على تركها وتفسيرهم للفظة بمعنى هذا يدل على أن هذه غير مرادة ولهذا قد يفتن بعض من يحسن البحث العلمي بتتبع بعض القضايا اللغوية أو غيرها من خلال المعاجم ويظن أنه قد وصل إلى شيء لم يصل إليه السابقون وأنه قد حرر ما لم يحرره السابقون صحيح أنه فعل ذلك لكن المسألة في النتيجة المسألة في ماذا؟ في النتيجة وقد يقع هذا من بعض المعاصرين كما ذكرت لكم وانظروا إلى كتاب مفردات القرآن للفراهي عبد الحميد المعلم مع أنه باحث مجيد وعالم كبير وله آراء لكن وقع في هذه الجزئية التي رأيت بعض من كتب في منهجه قد أعلى من شأنه في هذه الجزئية وعندي أن هذه الجزئية لو تؤملت ليست بصحيح أو ليس بصحيح أن يعلى شأنه فيها بل أن نقول إن هذا فيه نظر هذه الآن الكلمة آلة وهذه أحد الكلمات التي أبدع في تحليلها وذكر شوادش الشعر منها هل كانت تخفى عجيب يعني كانت تخفى على طبقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وتترك جيلا بعد جيل حتى يأتي عبد الحميد في القرن الرابع عشر ويبرز لنا هذا المعنى هذه تجعل عند العلامة السفهام مهمة جدا أن ننتبه لها ولهذا عند بعض المعاصرين يقع هذا الأمر وهم لا يشعرون ولهذا يجب أن نفرق بين المعاني الخفية والمعاني الظاهرة إذا ترك أصحاب هذه الطبقات شيء من المعاني الظاهرة ولم يشيروا إليه أي إشارة أدنى إشارة وذهبوا إلى معنى آخر فإن هذا فيه إشارة إلى أن هذا المعنى الظاهر الذي طبعا ظاهر لنا نحن أنه ليس هو المراد وإلا لماذا يتركونه لماذا يتركونه أهم إلى هذه الدرجة من الجهل بهذه المعاني الظاهرة قد يقول قائل يمكن أنه لم ينقل إلينا وأقول هذه من الحجج التي قد تثار الجواب عنها نحن نحتكم إلى ما نجد من تراثنا وإلا لو جعلنا هذه القضية لأن هذا الاحتجاج صحيحا فسنحتكم إليها وستكون مناكدة إذا جاء واحد سألني وأقول لها لعله لم ينقل قال أقول لك هذا القول ولعله وارد عن السلف لكنه لم ينقل إلينا كل واحد يقول هذا الكلام أحد يرده يستطيع منعه يقول لا ليس هناك عندنا حجة إلا ما بيننا أو ما وصل إلينا من تراث السلف والله أرحم بنا ولو كان شيئا قالوه وإحتجنا لنقل إلينا الحجة كاملة والبرهان واضح سواء في السلوك والأخلاق أو في العقائد أو في الفقه أو في اللغة أو في التفسير فكل ما يحتاجه المسلم فإنه قد وصل إليه ما أحد يدعي أنه قد يكون قاله ولم يصل إلينا وهذا من الحجج الواهية جدا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا جميعا الحق حقا ورزقنا اتباعه أختم سريعا أنا ودي أختم عشان الدرس الثاني سم صحيح أنا قلت بعض المعانئة الخفية إذا جاء بها معاصر يعني خفية بمعنى أنها ليست ظاهرة من النص مباشرة فهذه إذا الآية احتملتها وكانت صحيحة في ذاتها ولم تعرض ما قاله السلف فهذه محلها محلها من حيث العموم القبول ننتكلم كقاعدة عامة ننتكلم عن أمثلة لكن معنى ظاهر يعني معنى ليس معنى شائعا وتركوه ولم يقولوا به وقالوا بغيره فهذا الذي يجعلنا نقف ونتأمن لماذا لم يقولوا به ولماذا تركوه هذا أحد الفروق لكن أيضا كل مسألة لا اعتبارها يعني كل مسألة لا اعتبارها لكن الله أضعها كإشارة عامة يعني هذه فيها إشارة عامة تجعلنا نتوقف إذا كان هؤلاء بطبقاتهم الثلاث وهم لهم حرص في بيان معاني كلام الله وقل آية إلا وتكلموا عنها وتركوا هذا المعنى لم يشير إليه يجعلنا نسأل السؤال لماذا تركوه هل هم جهلوه لكن معنى فيه خفاء لا يظهر هذه قضية أخرى أو معنى لم يخرج موجبه إلا بعد موت الصحابة والتابعين والتابعين فهذه قضية أخرى غير قضية نتكلم عنها واضح هذا نعم أي آية في الغالب الآيات التي لا نكاد نجد فيها كلام للصحابة والتابعين أو من قاطع من الآيات في الغالب أنها ظاهرة المعنى الشيخ عدد الله قيما ماذا فيها ذكرني قيما الصحابة كانوا يقولون مستقيما مهيما نعم هذا قول الزهراوي نسبه للزهراوي ابن عطية ذكر في قيما أقوال يعني السلف تكاد تتفق لم تكن على أنه قيما بمعنى مستقيما فكان يكون فيها نوع من التأكيد بين عوجا وقيما ما أذكر هل هو الزهراوي أو غيره قال قيما بمعنى مهيمنا يعني فلان قيم على كذا أي ولي عليه أو مهيم هذا المعنى الآن هل هو معنى الآن خفي أو معنى ظاهر بالنسبة لطبقة الصحابة والتابعين واتباعهم هذا معنى ظاهر فإذا لم نجد لهم أي إشارة إلى كون المراد بقيما مهيمنا فأنا عندي أن هذا المعنى وإن احتمته الآية فيه نظر ما هو سبب النظر أنه كيف تركه الصحابة والتابعون وأتباعهم ولم يقلوا به مع قربه لهم إن هذا معنى قريب في أذهانهم ليس معنا بعيدا فكونهم تركوه كأن فيه إشارة أنه غير مراد وفهمهم عندنا محكم يعني فهمهم محكم ونتكلم عن الفهم من جميع الطبقات وهذا طبعا يطول تفصيله ولكن لابد أيضا أقل ما فيها أنك تجعل الأمر فيه إشكال لماذا تركه فلان وفلان وفلان من طبقات الصحابة والتابعين واتباعهم نعم لكن نختم الآن لما قال وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم المخاطبين من أصحابه رضي الله عنهم ما عسى بهم الحاجة إليه من معرفتي إلى آخر ما ذكر وهذا هو الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة ما يحتاجونه أما ما يتعلق بعربية القرآن فإنهم لم يحتاجوا إلى ذلك لأنها لغتهم وإنما يبين لهم في لغتهم ما لو كانوا بحاجة إليه كأن يأتي معنى يحملونهم في لغتهم على العموم فيحتاجون فيه إلى التخصيص يأتي معنى هم يعرفونه بمعنى معين فيأتي الرسول عسى بيّن لهم معنى آخر هو المرد وهذا ظاهر في سنته صلى الله عليه وسلم لما قال مثلا من المفلس فيكم قالوا المفلس فينا من لا درهم معه ولا دينار فإذن هم بيّنوا المعنى الإفلاس أو معنى المفلس عندهم فالرسول عسى بيّن لما رادوا نبّهم عن من هو المفلس في الحقيقة سألهم واستنطقهم ثم بيّن لهم من هو المفلس على الحقيقة فإذن مثل هذا إذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه نوع من البيان لكن لم يقع في القرآن مثل هذا إلا قليل بل قل نادر جدا لأن عربية القرآن بالنسبة لهم كانت واضحة وظاهرة فإذن عندنا الآن التفسير النبوي أشار إليه هنا ثم بعد ذلك بيّن السنن المبين لمجملة التنزيل فنضيفها وبيّن قضية مهمة نختم بها الحديث وهي أن أهل الزيغ والإلحاد إنما كان سبب زيغهم هو العجمة يعني من ظل فإن سبب ضلاله هو العجمة وسيأتي إن شاء الله ذكر بعض المسائل المرتبطة بهذا عند المؤلف بعد ذلك لكن هذه نضعوة لكي تكون رابط للكلام إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى أن من أهم أسباب الانحراف في فهم كلام الله هو العجمة وهنا العجمة يعني الآن عندنا عجمتان عجمة في مدلول الألفاظ يعني لا يفهم اللفظ في مدلول اللفظ وعجمة في فهم المعاني عجمة في فهم المعاني عجمة في مدلول اللفظ لما مثلا يأتي للأفضاء لا يعرف معناها فهذا أعجمي لأنه ليس من من العرب في عجمة أخرى في فهم المعاني وقد يكون عربي لكن يقع عنده عدم بصر وفهم للمعنى على الجهة العربية فأيضا هذه عجمة حتى لو كان عربي ولهذا سنجد إشارات من بعض العلماء بتعجيم بعض المفسرين أنه يقول هذه عجمة من فلان هذه عجمة من فلان ولعلنا نقف عليها إن شاء الله في اللقاء القادم ونقف عند هذا سبحانك ومحمدك نشهد إلى أن نسخ المقتول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال ابن جرير رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سورة والفجر القول في تأويل قوله عز وجل والفجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر قال ابو جعفر رحمه الله هذا قسم أقسم ربنا جل وعز بالفجر وهو فجر الصبح واختلف أهل التأويل في الذي عني بذلك فقال بعضهم عني به النهار ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن أبي نصر عن ابن عباس والفجر قال النهار وقال آخرون بل عني به صلاة الفجر ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي قوله والفجر يعني صلاة الفجر وقال آخرون هو فجر الصبح ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن عكرمة في قوله والفجر قال الفجر فجر الصبح وساق بإسناده عن عبد الله بن الزبير أنه قال والفجر قال الفجر قسم أقسم الله به نعم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفجر مكية وذكر الآن الإمام الطبي رحمه الله في هذا القسم الأول في قوله هو الفجر أنه قسم وحدد المقسم به لأنه قال الله سبحانه تعالى والفجر فأطلق ولم يحدد يوما من الأيام يعني أطلق في اليوم الذي هو الاسم ولم يحدد اليوم ولهذا سيقع خلاف بين المفسرين في المراد بقوله والفجر موجود عند الطبر بعض الأقوال وعند غيره أقوال أيضا أخرى بن عباس من رواية بنصر جعل الفجر النهار كله قال النهار ومن رواية عطية العوفي قال صلاة الفجر ورواية عن عكرمة أنه فجر الصبح وكذلك عن عبد الله بن زبير لأنه قال الفجر قسم أقسم الله به فكانه يحمل الأمر على المعروف من كلام العرب هنا الآن في قوله هو الفجر لو تأملنا الآن هذا الاسم من جهة اللغة ما هو الآشهر في الفجر في لغة العرب اللي هو فجر الصبح أول النهار يعني فجر الصبح أول النهار ولهذا يقال صلاة الفجر فتنسب الصلاة إلى الوقت إلى هذا الوقت قول بن عباس النهار هل هو من لغة العرب أن تطلق الفجر على النهار هذا محتمل ولو قلنا باحتماله فنقول إنه لغة قليلة لا يقابل اللغة المشهور اللي هي أن الفجر أول النهار هذا احتمال عندنا احتمال آخر أن يكون تفسير بن عباس من باب تفسير اللفظ الخاص بما هو أعم منه تفسير اللفظ الخاص بما هو أعم منه وهذا قد يقع عند المفسرين بمعنى أنه لما قال النهار كانه أراد أن يذكر أو أن يشير إلى وقت الفجر وأنه من النهار وليس المراد أنه النهار كله فكان عبر بهذا اللفظ الذي هو أعم من ذلك الوقت لأن النهار يبتد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فهذا أيضا محتمل وأما الرواية الأخرى لرواية العوفي عنه لما قال صلاة الفجر فلعله أيضا أشار إلى أهم عبادة تقع في هذا الوقت اللي هو الفجر وكأن سبب الإقسام بالفجر هو وجود هذه الصلاة الشريفة فيه يعني كأن تخصيص الفجر بالقسم لوجود هذه الصلاة الشريفة فيه يعني فكان هناك ترابط بين هذا وذاك وإذا حملنا هذه الأقوال على هذه التأولات إن صحت وقبلت فإنه لا يكون هناك اختلاف على الحقيقة فإنها ستأول في النهاية إلى المعنى المعروف وهو أن المراد بالفجر هو أول النهار أن يكون المراد بالفجر هو أول النهار نعم وين الصلاة الثانية ما فيها صلاة الشرع الوتر فيها قوال كثيرة بتاتين طبعا هناك قوال أنها أول محرم يعني فجر أول يوم أول فجر من السنة هناك قول أنه أول فجر من الأضحى اللي أسف من شهر ذي الحجة يعني هناك أقوال فيها نوع من التخصيص لكن ذكر هذه كلها لأسباب ونبقى على الأصل وهو أن الله لما أطلق في هذه الأعياء قال فقال والفجر فالأولى أن تكون أن يكون مراد بهيش عموم الفجر ويكون أو تكون هذه الأوقات المخصوصة المذكورة من أوائل ما يدخل في مسمى الفجر لكن هناك فائدة ذكرها ابن القيم في كتابه أيمان القرآن الذي طبع حديثا باسم أيمان القرآن وكم مطبوع باسم أقسام القرآن ذكر فائدة جميلة في مناسبة القسم بالفجر يقول رحمة الله تعالى وأحسن من هذا أن يقال إن الفجر والليالي العشر طبعا بناء على تفسير العشر بعشر الحجة زمن يتضمن أفعالا معظمة والعشر هي عشر للحجة وهو يتضمن أفعالا معظمة من المناسك وامكنة معظمة وهي محلها وذلك من شعائر الله المتضمنة خضوع العبد لربه فإن الحج والنسك عبودية محظة لله وذل وخضوع لعظمته وذلك ضد ما وصف به عادا وثمودا وفرعون من العتو والتكبر والتجبر فإن النسك يتضمن غاية الخضوع لله وهؤلاء الأمم أعتوا وتكبروا عن أمير ربه هذه فائدة يعني طبعا ذكر قبلها في قضية الفجر وذكر قريب ما ذكرت لكم في قضية ارتباطه بالصلاة لأنه قال وإن أريد به جنس الفجري كما هو ظاهر اللفظ فإنه يتضمن وقت صلاة الصبح التي هي أول الصلوات افتتح القسم بها بما يتضمن أول الصلوات وختم بقوله والليل إذا يسر المتضمن لآخر الصلوات فهذه أضمن المناسبات التي ذكرها للمناسبة اللي قبلها مرتبطة بسبب ذكر الأقوام الثلاثة ولعن نرجع إليها نعم ماذا ما يتعلق بقوله والفجر نعم نعم عندهم نعم وهذا أيضا أشار إليه الراغب الأصفهاني في مقدمة تفسيره أننا مفسرون ربما مفسروا الخاص بالعام وقد يقع لكنه أقل مثل قول وضربوا منهم كل بنان البنان ما هو اللي أطرفه فبعضهم عبر بالأصابع فهذا يكون منه نعم وقوله وليالي عشر اختلف أهل التأويل في هذه الليالي العشر أي ليالي هي فقال بعضهم هي ليالي عشر ذي الحجة ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن زرارة عن ابن عباس قال إن الليالي العشر التي أقسم الله بها هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة وساق بإسناده عن عطيها العوف عن ابن عباس وليالي العشر بعشر الأضحى قال ويقال ويقال العشر أول السنة من المحرم ساق بإسناده عن عبد الله بن الزبير وليالي العشر أول ذي الحجة إلى يوم النهر ساق بإسناده عن زرارة قال قال ابن عباس إن الليالي العشر التي أقسم الله بهن هن الليالي الأول من ذي الحجة ساق بإسناده عن مسروق وليالي عشر قال عشر ذي الحجة وهي التي وعد الله موسى عليه السلام ساق بإسناده عن عكرمة وليالي عشر قال عشر ذي الحجة ساق بإسناده عن أبي نصع بن عباس وليالي عشر قال عشر الأضحى ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل وليال عشر قال عشر ذي الحجة ساق بإسناده عن قتادة وليال عشر قال كنا نحدث أنها عشر الأضحى ساق بإسناده عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد قال ليس عمل في ليال من ليال السنة أفضل منه في ليال العشر وهي عشر موسى التي أتمها الله له ساق بإسناده عن مسروق قال ليالي العشر قال هي أفضل أيام السنة ساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله وليال عشر يعني عشر الأضحى ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله وليال عشر قال أول ذي الحجة وقال آخرون هي عشر المحرم من أوله والصواب من القول في ذلك عندنا أنها عشر الأضحى لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه وأن عبد الله بن أبي زياد القطواني ساق بإسناده عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والفجري وليال عشر قال عشر الأضحى نعم في قوله وليال عشر طبعا يلاحظ هنا الآن الفرق في الصيغة بين والفجر وليال عشر لم يقل والفجري والليالي العشر أو وفجري وليال عشر ونما قال والفجر ثم قال وليال عشر وهذا التحديد بليالي عشر في إشارة إلى أنها ليالي متتابعة في إشارة إلى أنها ليالي متتابعة وليس عندنا في الليالي المتتابعة لها فضل إلا عشر ذي الحجة وعشر لواخر من رمضان وعشر المحرم لأنها تختم بماذا؟ بالعاشر لدواء الصيام يعني عشر المحرم هذا اللي ذكرها الآن علماء السلف القول الثاني ذكرتكم عشر ذي الحجة رواية ورد عم بن عباس لكن الآن اتفاق السلف على أنها ماذا؟ أنها عشر ذي الحجة ولهذا هذا موطن بحث أو تنبوه لهذه الفكرة الله سبحانه وتعالى لما قال وليال عشر ونفس الفكرة السلف قد ذكرناها قبل قليل الآن جمهور السلف كل متوجه إلى تحديد هذه الليالي العشر بأنها عشر ذي الحجة فهل يصح لنا أن نقول لا المراد عشر العشر الأواخر من رمضان وقد وجدنا رواية عن بن عباس وكذا هل هذا جلوب أو تحقيق علمي؟ الجواب لا لأن أغلب تفسير السلف على هذا المعنى كذلك الرواية التي أوردها في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ولو صحت لكانت قاطعة في ماذا؟ قاطعة للنزاع لكن الحديث من جهة الأسناد فيه كلام ولهذا نقول ما أضع فيه إلا أنه أيضا موافق لقول الجمهور يعني ما أضع فيه إلا موافق لقول الجمهور فهذا إذن عندنا الآن مجموعة من الآثار تحدد أن الليالي العشر هي عشر للحجة ولعل اتفاقهم طبعا اتفاق قل من الإجمع يعني الاتفاقهم على أن العشر من للحجة جعل بعضهم يقول أن الفجر فجر أول يوم من للحجة يعني فجر أول يوم من للحجة فسيربط الآن لقوال كلها على أن هذه بداية هذه السورة مرتبطة بالحج ونحن لاحظنا السورة كما قلنا هيش مكية يعني فيها إشارات إلى قضايا الحج وهي في سورة مكية نعم وقوله والشفع والوتر اختلف أهل التأويل في الذي عني به من الشفع بقوله والشفع والذي عني به من الوتر بقوله والوتر فقال بعضهم الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن زرارة بن أبي أوفة عن ابن عباس قال الوتر يوم عرفة والشفع يوم الدبح هذا ترى طويل جدا الصفحات ما شاء الله متوالية فإذا نقطع الحديثك شيخ حسين نسأل سريع عشان الآن لماذا سمي يوم النحر شفعا ويوم عرفة وترا العاشر والتاسع نظرا إلى العدد يعني عدد هذا اليوم يعني النحر يوم العاشر فهذا شفع والثاني فرد فسميه وترا اللي هو يوم عرفة نعم وساق بإسناده عن زرارة قال قال ابن عباس الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة وساق بإسناده عن همام عن قتادة قال قال عكرمة عن ابن عباس الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة وساق بإسناده عن عبيد الله عن عكرمة والشفع والوتر قال الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة وقال وحدثنا به مرة أخرى فقال الشفع أيام النحر سائر الحديث مثله وساق بإسناده عن عاصم الأحوال عن عكرمة في قوله والشفع قال يوم النحر ساق بإسناده عن سفيان عن أبيه عن عكر ما قال الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة ساق بإسناده عن أبي سنان عن الضحاك وليال عشر والشفع والوتر قال أقسم الله بهن لما يعلم من فضلهن على سائر الأيام وخير هذين اليومين لما يعلم من فضلهما على هذه الليالي والشفع والوتر قال الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قال قال كان عكرمة يقول الشفع يوم الأضحى والوتر يوم عرفة ساق بإسناده عن معمر عن قتادة قال قال عكرمة عرفة وطر والنحر شفع عرفة يوم التاسع والنحر يوم العاشر سقى بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله والشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة نعم قبل أن ننتقل من هذا طبعا هذا من أيضا اللطائف له رواية قتادة عن عن عكرمة قليلة طبعا احتمل أن يكون قتادة أخذ هذا عن عكرمة لما دخل عكرمة البصرة فإنه لما دخل البصرة قالوا توقف الحسن عن التفسير إجلالا لعكرمة يعني لعلمه مع أن عكرمة قد تعرض لبعض النقد من تلاميذ أو بعض تلاميذ المعباس وبعض معاصريه إلا أنه كان عالما بالتفسير وعالما بتفسير شيخه بالذات فقد يكون أخذه منه لما دخل البصرة وقال آخرون الشفع ليومان بعد يوم النحر والوتر ليوم الثالث تكر من قال ذلك وسرق بإسناده عن عبد الله بن زبير في قوله والشفع والوتر قال الشفع يومان بعد يوم النحر والوتر يوم النفر الآخر يقول الله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه طيب جميل هذا قول إذن ثاني في الشفع والوتر فجعله يومان يعني يوم أحد عشر وإثنى عشر شفع ويوم ثلاثة عشر ووتر يعني كأن ثلاثة عشر شفع الوتر الذي قبله فصار شفعا وثلاثة عشر ليس بعده شيء فصار إيش ووترا وهذا قول عبد الله بن الزبير طبعا عبد الله بن الزبير مكي لأن آخر حياته كان في مكة ومعروف طبعا الحدث الذي حدث بينه وبينه الحجج نعم وقال آخرون الشفع الخلق كله والوتر الله تكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوف والشفع والوتر قال الله وطر وأنتم شفع ويقال الشفع صلاة الغدات والوتر صلاة المغرب وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد والشفع والوتر قال كل خلق الله شفع السماء والأرض والبر والبحر والجن والإنس والشمس والقمر والله الوتر وحده وساق بإسناده عن ابن جريج قال قال مجاهد في قوله ومن كل شيء خلقنا زوجين قال الكفر والإيمان والشقوة والسعادة والهدى والضلالة والليل والنهار والسماء والأرض والجن والإنس والوتر الله قال وقال في الشفع والوتر مثل ذلك ساق بإسناده عن أبي صالح في قوله والشفع والوتر قال خلق الله من كل شيء خلق الله من كل شيء زوجين والله وتر واحد صمد وساق بإسناده عن أبي يحيي عن مجاهد والشفع والوتر قال الشفع الزوج والوتر الله وساق بإسناده عن جابر عن مجاهد والشفع والوتر قال الوتر الله وما خلق الله من شيء فهو شفع وسق بإسناده عن عامر عن مسروق قال الوتر الله وما خلق الله من شيء فشفع هذا القول الثالث في أن الشفع الخلق والوتر الله وذكر مجاهد ومن كل شيء خلقنا زوجين ليشير إلى سبب كون الخلق كله مش شفع والله سبحانه وتعالى وتر وهذا محتمل طبعا عندنا من الفوائد سبقت لكن نسيتها حكاية عطية العوفي للخلاف يعني عطية عن بن عباس قال الله وتر وأنتم شفع ويقال الذي يقوله ويقاله عطية الشفع وصلاة الغدات والوتر وصلاة المغرب وستعتي وسبق أن ذكر هذا في حكايته لي وليل عشر لما قال بعشر للأضحى قال ويقال العشر أول السنة من المحرم ومعنى ذلك أن هذا القول أن أول العشر لوائل من السنة فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أنها مما كان معروفا في هذه الطبقة بداية السنة محرم أول السنة من المحرم بلى لكن هذا في إشارة إلى أن ما كان قاله عمر كان من باب الإلهام أول ما هو وأعتمده المسلمون بعده وفيه طبعاً اللي هو العشر هذه اللي من محرم فيها هذا اليوم الفضيل اللي هو يوم عاشرة أينها؟ طيب عندنا أيضاً فائدة وستاتي الآن ابن عباس في قوله هو الشفعي والوتر كم له من قول الآن قال الشفعي يوم النحر والوتر يوم عرف هنا قال الشفعي الخلق والوتر الله الشفعي الخلق والوتر الله تعدد هذه الأقوال عنه أول نظر ننظره هل هي متضادة؟ هل هي متضادة؟ بحيث أن إذا قلنا بالقول الأول إسقط القول الثاني؟ الجواب لا إذن هي من قبيل إش؟ التنوع فهذا يفيدنا أن ابن عباس كان يرى أن الشفع والوتر لفظ إش؟ عام يعني الآن يفيدنا أن ابن عباس كان يرى أن الشفع والوتر لفظ عام ولهذا فسره مرة بكذا ومرة بكذا نعم الشيخ حسين وقال آخرنا عني بذلك الخلق وذلك أن الخلق كله شفع ووتر ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله والشفع والوتر قال الخلق كله شفع ووتر فأقسم بالخلق وساق بإسناده عن معمر قال قال الحسن في ذلك الخلق كله شفع ووتر وساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله والشفع والوتر قال كان أبي يقول كل شيء خلق الله شفع ووتر فأقسم بما خلق وأقسم بما تبصرون وما لا تبصرون نعم هنا الآن الخلق معنى أن الخلق كله يعني الآن صار الشفع والشفع والوتر في الخلق نفسه فما من خلق إلا ويكون من خلق ويتع who theatre Casino وتبصر أن لو كان بدك الصب独 والعمال في الوصول وفي أسر pill بين الله سبحانه وتعالى ومرة صار في أنواعه ما هو شفع وما هو وتر فمثلا المرأة قبل أن تتزوج والرجو قبل أن تتزوج يعتبر إيش؟ يعتبر هذا وتر وهذا وتر فإذا تزوج صار شفعا فهذا نوع من الأنواع التي تقع في الخلق في مفهوم الشفع والوتر نعم الشيخ حسين وقال آخرون بل ذلك الصلاة المكتوبة منها الشفع كصلاة الفجر والظهر ومنها الوتر كصلاة المغرب ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قال كان عمران بن حسين يقول والشفع والوتر الصلاة وساق بإسناده عن معمر عن قتادة في قوله والشفع والوتر قال قال عمران بن حسين هي الصلاة المكتوبة منها شفع ومنها وتر وساق بإسناده عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس والشفع والوتر قال ذلك صلاة المغرب الشفع والوتر الشفع الركعتان والوتر الركعة الثالثة يعني هذا جعله مخصوصة فقط في الصلاة المغرب يعني جعله ركعتين الأوليين الشفع والثالثة وتر وقد رفع حديث عمران بن حسين بعضهم ذكر من رفعه ساق بإسناده عن قتاده عن عمران بن عصام عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفع والوتر قال هي الصلاة منها شفع ومنها وتر ساق بإسناده عن عمران بن عصام الضباعي عن شيخ من أهل البصرة عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي الصلاة منها شفع ومنها وتر ساق بإسناده عن عمران بن عصام عن شيخ من أهل البصرة عن عمران بن حسين أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية والشفع والوتر قال هي الصلاة منها شفع ومنها وتر وساق بإسناده عن سعيد عن قتاده قوله والشفع والوتر إن من الصلاة شفعا وإن منها وترا نعم وهذا أيضا ظاهر وذكر طبعا الرواية عن عمران بن حسين ورفع بعضهم له لكن رفع كما ظاهر فيه كلام لكن المعنى أيضا ما زال قائما أن من الصلاة ما هي شفع وهي أربع ومن الصلاة ما هو وتر وهي المغرب أو أن تكون المغرب هي الشفع والوتر بناء على أول ركعتين شفع والأخيرة وتر نعم وقال آخرنا والعدد منه الشفع ومنه الوتر ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن سعيد عن قتاده قال كان الحسن يقول هو العدد منه شفع ومنه وتر وساق بإسناده عن همام عن قتاده أنه سئل عن الشفع والوتر فقال الحسن هو العدد وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم خبر يؤيد القول الذي ذكرنا عن ابن الزبير ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشفع اليومان والوتر اليوم الثالث والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله تعالى ذكره أقسم بالشفع والوتر ولم يخصص نوعا من الشفع ولا من الوتر دون نوع بخبر ولا عقل فكل شفع ووتر فهو مما أقسم به مما قال أهل التأويل إنه داخل في قسمه هذا لعموم قسمه بذلك نعم الترجيح الذي ذكره الآن الإمام بعد أن ذكر العدد عن الحسن أنه الأعداد في زوجية وفي فردية فالزوجية تعتبر شفع والفردية تعتبر وتر ذهب إلى العموم واعتمد في التعميم على عدم وجود المخصص لا من خبر ولا من عقل يعني هل هناك خبر الآن وهذا يدل على أن الآثار أو الأساندة التي أوردها ونسبها إلى المساعدة سلم عنده فيها نظر وإلا لو كانت صحيحة عنده لا اعتمدها وهذه فائدة نستفيدها من طريقته في التعامل مع الحديث القضية الثانية ليس عنده من خبر لأنه ليس هناك أيضا إجماع هل هناك إجماع من الصحابة والتابعين على معنى أو على نوع من الشفع والوتر أيضا الجواب لا طيب العقل هل يدل العقل على أحد هذه دون غيرها؟ الجواب أيضا لا فإذا هو جمع لنا هذه الحجج لينبهنا على أن في النهاية ما ذهب إليه من العموم هو الصحيح وهذه قضية مهمة أركز عليه مرة أخرى هنا قولوا من خبر ولا عقل يعني إذن التفسير يبنى على إما النقل وإما العقل عند الطبري وهذا هو مناط التفسير عنده يعني الركاز يتركز عليها إما أن تكون أخبار يعني منقولات أو أن تكون حجة العقل فإذا لم يوجد من الأخبار والأخبار تتكون في كتاب الله أو سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم أو إجمع من الصحابة والتابعين فهذا دخل باب الأخبار أو عقل والعقل عاد بابه مفتوح وله ضوابطه لكن مقصود أن ننتبه إلى أن الطبري كان يعتمد العقل في فهم كلام الله سبحانه وتعالى وليس كما يظنه بعض من تكلم عن الطبري أنه كتاب أثري ليس له أي إضافات بل بالعكس هو اعتمد هذا النوع من التفسير وهو الترجيح من أقوال المفسرين فإذا جعله على العموم إذن الآن سنلاحظ أن الاختيار في الفجر والاختيار في الشفع والوتر مبني على ماذا على العموم وليالا عشر أن المراد بها عشر ذي الحجة لو قال قائل بأن الشفع والوتر بناء على ذلك بناء على الأولى العشر لما لا تكون العاشر من ذي الحجة ليوم النحر والتاسع من ذي الحجة فهذا محتمل هذا أيضا محتمل لكن الأولى كما ذكر الطبري البقاء على العموم نعم نقرأ القراءة واختلفت القراءة في قراءة قوله والوتر فقرأته عامة قراءة المدينة ومكة والبصرة وبعض قراءة الكوفة بفتح الواو وهي لغة أهل الحجاز وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة بكسر الواو والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان مستفضتان معروفتان في قراءة الأمصار ولغتان مشهورتان في العرب فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب نعم الحجة الأولى في قوله قراءتان مستفضتان معروفتان في قراءة الأمصار هذه حجة نقلية أو عقلية هذه نقلية وقوله لغتان مشهورتان في العرب هذه حقلية حجة مرتبطة بالرأي يعني الرواية والدراية أصلها نقلي لكنها دراية يعني أصلها نقلي يعني اللغة منقولة لكن التعامل مع هذا منقول دراية أما لما يأتي النقل المستفيد ليس العقل فيه حجة مواضح الفرق أين طيب لعلنا نكمل والليل إذا يسر ونقف عندها عشان نقف على يعني الأقسام ننتهي منها ونبتدى إن شاء الله الدرس القادم بقول هل في ذلك قسم نكمل هذه الآية وقوله والليل إذا يسر يقول والليل إذا سار فذهب يقال منه سرى فلان ليلا يسري إذا سار وقال وقال بعضهم عني بقوله والليل إذا يسر ليلة جمع وهي ليلة مزدلفة وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأوير ذكر من قال ذلك وساقى بإسناد عن عبد الله بن زبير والليل إذا يسر حتى يذهب بعضه بعضا حتى يذهب بعضه بعضا ساقى بإسناد عن ابن عباس من طريق عطية العوفي والليل إذا يسر يقول إذا ذهب وساقى بإسناد عن أبي يحيى عن مجاهد والليل إذا يسر قال إذا سار وساقى بإسناد عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية والليل إذا يسر قال والليل إذا سار وساقى بإسناد عن سعيد عن قتادة قوله والليل إذا يسر يقول إذا سار وساقى بإسناد عن معمر عن قتادة في قوله والليل إذا يسر قال إذا سار وساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قول الله والليل إذا يسر قال الليل إذا يسير وساق بإسناده عن جابر عن عكرمة والليل إذا يسر قال ليلة جمع نعم قبل القراءة الآن عندنا قوله الليل إذا يسر جمهور السلف فسروا اللفظ ولم يحددوا الليلة فعدم تحديد الليلة عند جمهورهم كان فيه شرع إلى ماذا إلى العموم مثل الفجر ومن حدد بمزدلفة كانوا إذا ربط الفجر فجر أول يوم من ذي الحجة والليالي العشر ليالي عشر ذي الحجة والشفع والوتر اللي بعد العاشر اللي يا الحادي عشر والثاني عشر هذا الشفع أو عرفه العيد ولكي يدخل مع هذا الآن ويكون والليل إذا يسر أيضا مزدلفة فكأن هذه الإقسامات مرتبطة بماذا بالحج وهنا فائدة ويأننا نقول لو أراد مثلا أحد الوعاظ أو العلماء أن يستفيد من هذا الخلاف في بيان فضل الحج وأنه قد أشير إليه في هذه الآيات يمكن أو ما يمكن؟ يمكن مع أننا الآن نقول بالعموم بالعموم لكن أيضا نقول أنه يمكن السفيد أن يقول وأنه قد ذكر المفسرون وجها في قوله هو الشفع والوتر المرد بها ليوم العاشر ويوم عرفه وبعضهم قال الشفع الحدي عشر والثاني عشر والوتر هو الثالث عشر فهذا من ما يمكن أن يستفاد منه في التفسير يعني هذا التنوع يمكن أن يستفاد منه في جانب بيان أهمية بعض هذه الشعائر لكن أيضا ظاهر أن قوله هو الليل إذا يسر مثل قوله هو الفجر فأطلق ولم يقيد ومن قيد بليلة المزلفة كما تروحظون يحتاج إلى ماذا إلا دليل من خبر أو عقل كما أشار قبل قليل الطبري في الآية الأخرى أعطينا القراءة يا شيخ واختلفت القراءة في قراءة ذلك فقرأته عامة قراءة الشام والعراق يسر بغير ياء وقرأ ذلك جماعة من القراءة بإثبات الياء قال أبو جعفر رحمه الله وحذف الياء في ذلك أعجب إلينا ليوفق بين رؤوس الآيات إذ كانت بالراء والعرب ربما أسقطت الياء في موضع الرفع مثل هذا اكتفاء بكسرة ما قبلها منها ومن ذلك قول الشاعر ليس تخفى يسارتي قدر يوم ولقد تخفي شيمتي إعساري نعم في قوله تخفي ولا لا طبعا لليسمعون ما يدرون أين موطن الشهاد موطن الشهاد تخفي مكتوبة بألفاء بدون الياء وليست تخفي فهذا موطن الشهادة أين نعم وهي موطن رفع وليست موطن جزم طيب الآن أيضا هذا الآن عندنا في القراءات ذكر اختلاف القراءة ثم اختار حذف الياء قال أعجب إليه هل اختياره لحذف الياء وهو أعجب إليه يعني سقوط القراءة الأخرى الجواب لا هذا مباب الاختيار وبنى اختياره على التوفيق بين رؤوس الآي فهل التوفيق بين رؤوس الآي معتبر أو غير معتبر الموافقة بين رؤوس الآي معتبرة ولهذا سبقا ذكرت لكم تنبيها في أن بعض من بحث فيما يتعلق برؤوس الآي يقع عنده إشكال ذهني في ظنه أن اعتبار رؤوس الآي ليس معتبرا أو أن الرؤوس الآي غير معتبرة لأنه يظن أن اعتبار رؤوس الآي يؤثر على ماذا على المعنى وهذا ليس بصحيح بل إن الكمال في رؤوس الآي وفي اعتبار رؤوس الآي في القرآن هو أبلغ الكمال ولهذا قبل أن نناقش قضية المعنى ورؤوس الآي السؤال قبل هذا كله مراعاة رؤوس الآي معتبرة عند المتكلم يعني البليغ أو المعتبرة معتبرة معتبرة يعني المراعاة الرؤوس معتبرة سواء في الآي أو حتى في الخطب أو في الأشعار أو غيرها هذه معتبرة إذن الآن من مقاصد العرب اعتبار هذه المقاطع سميناها آيات أو سميناها مقاطع في مثل الخطب مثل الخطبة تقسم ساعة مشهورة أيها الناس اسمعوا وعوا من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت لو ما كان هذا معتبرا عنده فلماذا ينمق هذا الكلام بهذه الطريقة لم يذم من هذه الطريقة إلا الكهان لماذا؟ لأن الكهان يرتبون من السجع ما لا علاقة للمعنى به أو ما لا معنى له أو أنهم يريدونه فقط لتنميق الكلام ليس إلا يعني تنميق فقط ليس مرادا به معاني أما مثل قس بن ساعد لما يحبر مثل هذا الكلام فهو يجمع بين الأمرين تنميق الكلام من جهة وبيان المعنى فإذا اجتمع تنميق الكلام وبيان المعنى كان أكمل يعني كان أكمل وهو من مرادات البليغ فالتحرز أو التخوف من قضية رؤوس الآي أو مواظقة رؤوس الآي هذا ليس محله كتاب الله سبحانه وتعالى إنه لا يوجد في كتاب الله سبحانه وتعالى مراعاة رؤوس الآي والمعنى غير مراعاة إلا ما وقع فيه مثل الفرّ لما وقع في قوله في سورة الرحمن ومن دون ما جنتان قال إنما هي جنة واحدة وإنما قال جنتان لمرعاة رؤوس الآي هنا وقع رحمه الله تعالى بخطأ وقد شنع عليه ابن قتيبة بعده تشنيعا بليغا وكذلك شنع عليه غيره من العلماء مثل هذا الذي قال الفرّ لا شك أنه هو الذي ينتقد وهو الذي يعني 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 يؤنف منه أما ما عدا ذلك مما حكاه كثير من العلماء ومن المتأخرين الطاهر بن عاشور ولو عناية خاصة جدا برؤوس الآي فإن هذا ليس فيه أي غبار فيما يتعلق بقضية المعنى ورأس الآية لأنه لا يوجد في القرآن رأس الآية جيء به من أجل رأس الآية ويغير المعنى ما يوجد وإنما يوجد برأس الآية ويوجد مناسبة للمعنى المناسبة التامة هذا هو الموجود في القرآن لعلنا نقف عند هذا وإن شاء الله نكمل في اللقاء القادم من قول هل في ذلك قسم سبحانك ومحمدك نشهد وإن تنسى المختلفين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلنيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجذيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر